اشتركوا في القناة وقدم برنامجي شو أخبارنا وهديتك عنا عبر أثير إزاعة MBS كما أعدى وقدم برنامجي هيدا العيد وخواطر عبر أثير إزاعة لبنان الثقافة أما على الصعيد التلفزيوني فأعدى وقدم برنامجي أيضا هوا المحبة وعلبال على شاشة تيفي تشاريتي هو مدير تحرير موقع محطات نيوز ومراسل جريدة الاتحاد تم تكريمه من قبل جميع الكشاف السرياني اللبناني فوج ملكارت ومن قبل مؤسسة الشهيد صبح العقوري من قبل أيضا نقابة عراء الزجل في لبنان ومن قبل مجموعة VIP تلفزيون مشاهير العرب لضيفي مقالاتهم وكتاباتهم وقسائدهم متنوعة عديدة وهادفة إنه الأعلامي شرب السلامة أهلا وسهلا فيك أهلا فيك ربا تعال ننسى إنك أعلامي ونحكي عن أمور تاني ونواحي تاني بشخصيتك بدي بلج بلقب هو بلازمك عطول لقب العراب نعم هيدا النهج المافيوي خبرني عنه بشخصيتك ومنين إجا هيدا اللقب اللقب مبسك من مجموعة أصحاب يعني هو أساسا العراب اسم لفيلم يعني فيلم معروف جدا يعني The Godfather بعدد أجزاء هو بثلاث أجزاء بس مرلومراندو الباتشينو طبعا بيعرفون أنا بحبها الشخصية وبيعرفوا إنه بفكرة عندي هال هالكتاء وهالناحية بديك المافيوية مثل ما سميتها المافيوية يعني بحبها بالصراحة بحبها بحب السلطة الغامضة 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 بديك والسلطة هيك القدرة على التحمل المسئولية والقدرة على الحكم الذاتي نوعا ما وعد تحكم بالآخرين ليش على التحكم بالآخرين بس توجيه الآخرين مثل ما إحنا بدنا نوعا ما على التحكم بالآخرين على الأهداف اللي بتنسبنا والآخرين اللي هن من تمين لمجموعة اللي إحنا بكون فيها نوعا ما عادة هيدا الفكر ده نقول المافيوي نعم بكون عادة لناس اشتغلوا بالعمل السياسي بالعمل نضالي بالعمل الثوري أو أو جايين من بيت تشتغل هيدا كان بهيدا العملية النضالية أنت على وين بتنتمي؟ أنا بنتمي طبعا اللي بديك للفكر الثورة لأن أساسها أنا ناشط على صعيد السياسي وناشط على صعيد الثورة السياسية بأيام لما كنا تحت الاحتلالات وأيضا من بسك من بيت وأيضا بالعائلة عندنا في عندنا شهداء بالنضال إذا كنا نسميه المقومة المسيحية وأنا من بسك من هالعائلة لكن تبدك أنا متطور أكتر عنهم يعني فكريا فكريا يعني هني كنا بفترة أنك تنتمي لجيل الأجاب نعم بجيل الشباب اليوم ما رأوا بفترة تبدك عسكرية نوعا ما كانوا على الجبهات إنما ما كان عندهم هالفكر يعني اليوم الحزب بأسنائها كان يشك لقسمين أول قسمين اللي هو العسكرية والقسمة الثانية هو الفكرة الفكرة كان ضئيل بأسنائها يعني كانت البلد بحارة حرب طبعا فنحنا حاليا بحارة سلم لكن كنا بحارة باردة بفترة طويلة فخضنا هالحرب الباردة وتم يعني تعتقد أن وصلنا لمرحلة أعتقالنا كثير وتم محاربتنا كثير أيضا طبعا طوال مديت تقريبا خمس عشر سنة نعم وتعتقد أن وصلنا للحرية ما وصلنا للحرية ما وصلنا للحرية لحد اليوم ما وصلنا للحرفة ومحا نوصل بالسهولة بالرغم من كل الانتصارات المعلنة انتصارات معلنة نحنا وصلنا للتقدم معين يعني كل الباب تطور الحريات تطورت طبعا بس نحن نعرف أنه في حد معين بتوصل لحائط مسدود وهذا الشيء بدنا نعترف فيه كلنا وهذا الشيء بيعكسه التعادل الطائفي بالبنان يعني هو بقولك أنه البلد العيش المشترك هايدي مسرحة مسرحية يعني ما حتزبط بتآمن بالعيش المشترك؟ أبدا يعني أنا بآمن فيه إذا بيزغروا له هالحلقة الواسعة نحن بحلقة كتير واسعة بس إذا بديها الحلقة بآمن أنا أنه المسيح اليوم قادر يعيش مع صديقه والأخ الذي قاله هو المسلم وأنا عندي أصدقاء من كل الطوائف ضمن أوانين ضمن أوانين يعني اليوم تحميلوا الحقوق تحميلوا حقوقهم يعني أنا في مقولة أنه بيحقله شخص آخر يعبد الحجر لكن ما بيحقله يرمي علي فاليوم نحن ما عرف كتير منيح أنه بيعبدوا الحجر بعض الأشخاص وبيرموه علينا وبيصدروا سلطتهم علينا فهوان بتوقع لمصيبة ونحن على إدراك تيم أنه نحن لحد معين حرين لكن فيه حقد مزدود بالنهاية تعتقد أنه إعلان دولة لبنان الكبير وتوسيع إذا بدك صلاحيات منطقة جبل لبنان وضم أقضية لإله كانت بوقت قرار غير صائب هو إذا نفوده على السياسة الموسعة آه يعني حيتهمونا بعد شفية بالخيانة غير صائب نوعا ما يعني هنا قابل كان إذا بدك نرجع الزمن لورا كانت قصيم لبنان أو تحديد أو رسم خطوط حدود اللبنانية كان فيه مشاكة علي يا أسنى أو إذا بدنا يقضوا شقفة من مائلة سوريا أو شقفة من مائلة فلسطين المحتلة والبعض الأغلبية إنه كان القرار إنه يتأخذ شقفة من مائلة سوريا مع أنه هون بعتقد الخطأ الأكبر وبعتقد ما حدا حيوافقنا على الكلام أو بوافقنا فيه بصمت مش بالعلم يعني أنا بحكيها ما عندي مشكلة إنه في ناس بقوله الأربع أقضية اللي ضموها يمكن هذي هي السوريين عبدالبو هون يردون لقانون طبعا وهنا ما كانت لمصلحتنا أبدا يعني والتعادل الطائفة بالربنان جميل لكن سيف زوحدين عم بيأزينها بكتير من الحالات طيب فيه ضل دولة مدنية ممكن يكون فيه تعايش ما حاسب فيه دولة مدنية دولة مدنية صعبة كتير طبعا بس قبل ما يصير فيه دولة مدنية بدك هالدولة تقدر إنك تشربح العقول منها اليوم الشعب من مجهزة دولة مدنية اليوم بعض الشعب بيأمن بالطائفة وبيخلطها مع السياسة واليوم للأسف إلا المسيحيين ما عندهم هالسيستام إنه كل بقية الأحزاب عندها المرجع السياسة والمرجع الدينة هنش أشخاص شخص واحد نوعا ما الدين والدولة فهون هتوقع عن مشكلة لما تتشرب كل العقلية والجل جديد بس بده فترات عديدة يتشرب إنه نحن ع دولة مدنية ونصل الدين عن السياسة فطبعا إحنا بيكون بدولة أفضل بكتير من إحنا عليها بدي أرجع شوي لنظرية العرام نعم أنت أخذ منه باطنيته أخذ منه ما بدي أشبه حال إنه أنا متقام لأ الباطني أخذ منه الباطني تفكير الباطني يعني أنا كاتبك مقولة زبدك بتلخص فكرة العرب إنه يلي ما بيآمن إنه الملائك والشياطين هنه حلفة بطريقة ما ما بيقدروا يحتسوا التغيير فقط ما نآمنوا هال مقولة اللي إنه الملائك والشياطين هنه حلفة عمد بقدروا عملوا التغيير بغرفهم السوداء أتلا بسميه أنا هنه هوا بيقدروا ياخدوا القرار يلي بيقدر يطعم طفل أو فقير أو رجل عجوز لقمة وبيد التاني قادر يقطع رقبة هون بدك تعمل هيدا الخليط بالإنسان لتوصل إلى الفكرة العراب فبش نهيكي الكلمة مانا دايقة على بعض الأشخاص مانا ما بيتلخص بأربعة تحرفية مجالة كتير واسعة وأنا بحب هالنظريات كتير أب إنت صاحب مقولة بتقول أنت لاش هيعجبوني نعم لاش هيعجبوني لا مش عجبك شي ما في شي زابط بشو؟ من جميع الأصعدة ع جميع الأصعدة وأنا شوي أو كتير بكره هالهامش بتحب تفصل عالم يعجبك عزوءك بدي قتة لتربع البشر والبقين حطهم بالحبوسة لا والبقين بيشاركوني بالأفكار بس لأنه اليوم عم يعيش يعني ما في شي عم بيعجبني بش لأنه أنا مش خلف تعرف أبدا وأنا لا شيء يعجبني لكن بعض على السكت يعني أوقات بصرخ وبعل الصوت يعني بس أنه اليوم عم نعيش تفاها كبيرة عجميع الأصعدة تفاها بالتربية تفاها بالمجتمع تفاها على شاشات التلفزة تفاها على الراديو تفاها بالتربية مش ككبيرة مش ككبيرة عم نتابع برامج أوقات بتعالج قضايا الشمعية عم نشوفوا مواضيع غريبة غريبة جدا يوم من الأهل أنا كتير بقامن بينما تقول أباقي أكونوا عن الحصر والأبناء يدرسون فالولاد عم بيدفع قيمة أو تمن تفاها الأهل اللي موجودة عنه هالفكر التافي وفكر التافي على مضمار واسع جدا على مساحة واسعة جدا عم بيئزة هالولاد وتفاها عم نشوفها بالعيال تفاها عم نشوفها بالعلاقات تفاها عم نشوفها بالصداقة فأكيد ما يحجبني شي يعني من زواج القاصيرات لا الآيبود والآيباد في أكثر من هك تفاها يعني لأنه تسليم ولد بعمر سنتين أو ثلاثة آيبود أو آيبود يعني لا الآيبود يعني لا الآيبود هني اخترعوها أنه إذا نبلش على المواقع التواصل الاجتماعي هي خربة التواصل الاجتماعي أساسا ولزواج القاصيرات لايك هال لايك هال انفتاح لايك هون الانغلاق على الزيت فما بعركي بيفكروا بهالمنطق طيب اليوم زواجة القاصيرات خلفت لا عرفت ربي بنتا شا حتطلع غير بطلة وبطلة حرامة هي ضحية وبنتا حتكون ضحية وابنا حيكون ضحية والجيل عم بيستمر وين بدنا نوصل لو مشنا مع المدنة عم تحكي عنه بدنا أجيال وأجيال وأجيال ما في وين هيك أشخاص يعني بعتزع عن كلامي ما برحموا ما بتجوز على أنا الرحمة حتى يعني هيك أشخاص متباعد جدا ثقافات غريبة ثقافات غريبة جدا ما بتشبهنا بشي اليوم بتشوف 12 سنة 13 سنة فتاة تتزوج تنجب الأطفال طب هذي كيف يعني 13 سنة يعني أنا أنا لسرت عمري 33 سنة تحس حالي رجل تحسات حالي شوية رجل وكل ما أكبر سنتين حس حالي ورد بقى سنتين لمرأة على سيرة الرجولة أنت بتقول كن رجلا أو موت وأنت تمحاول نعم وبتحكي أنه في رجال لا تموت مثل تشيقفارا وفيدالكاسترو وغيرهم كيف مفهومك للرجولة؟ مفهومة الرجولة عنا خاطئ بشكل كتير كبير الرجول أول شي أنا بدنا ننتبه لشغلة أنه بنفصل الذكر عن الرجل الذكوره كسر وعن رجاله كله اليوم بتشوف الشخص أو الشباب بجيلي الشباب اليوم ما مشكة وانا عم نقع فيه يظن نفسه أنه هو رجل لأنه هو ذكر على الهوية لأنه ما عنده شذوذ جنسي لأنه بيملك سيارة معينة وعنده شعرتين بوجه بربيه مثل ما قاله ورب شعرت فكلمة الرجول عنده إذا عيت نصرخ الرجل بيش هون الرجل بيحكمته الرجل بيما وقفه الرجل لما يعف يصون المرأة الرجل لما يعرف يحكي مع ربه الرجل لما إذا شايف رجل آخر بالطريق يقدر يفهم عليه ويفهم شو بده يعني يقرأ الكتاب من عنوانه الرجل متعدد الصفات ونفس الوقت النهايين الرجل بعيد عن التفاهة واليوم كل أربع شباب بلشيلي منهم ربع رجل ليه باعتقادك هالمستوى هالأدثار متدني بهالاعتناق أو باعتماد أو بالتربية على الرجولية ليه مستدودة داني لأنه برجع على موضوع ذاته هي ما عم بيقدر يمتص العقل فكرة الرجولة يعني عم بيكون التوجه خاطئ اليوم لتكون رجال بدك تعرف شو معنات هالكلمة لتكون رجال بك تحترم أمك لتعرف تحترم زوجتك لتعرف تحترم نفسك لتكون رجال إذا فيه امرأة حدك أو بنتك أو ابنك تعرف تتعامل معهم المرأة ما بدى رجال بزنده ولا بدى رجال بعلاقته الجنسية بدى رجال بحكمته طبعا كلها دليل بقايا مهمين لكن ما كان ما عمر الرجال بزنده ولا كان عمر الرجال بسيارته ولا كان بدقنه الرجال بالحكمة يا رجال هون بينقاس سترولا أعتقد أنه المثال الذكورة بالبيوت صار مفقود مشان هيك لولاد كمان عم عم بيطلع هيدا المفهوم عنده مهتز شوي طبعا طبعا هو الولد بدي يكون يعني عطول الولد بيشوف بيه وبيكون مسألة بيه عطول لحظة تصرفات الابن بتقولي أنه بيه عنده هالحركات يعني إذا اليوم بتشوف الولد أنه بفلد حكي تصيره طويل مستحيل الولد يفلد حكي وبيه ببي يصيره بالبيت مستحيل الولد أنه يكون عم بيضرب طلع عنيف وكان بيه كل نهار قاعد رايق وما أنه عنيف بدي يتشرب من الوالد ومن الأهل طبعا في عنده بعض الصفات أو بعض الأطباع فيه لكن الرجل بيتما قلتلك قبل شفاية يعني يوكاس بهال أربع سنتي فقط لغير غير هاكي لا يوكاس ولأنه عم بيكون هالتفكك عند الرجال بينهم وبين شخصيتهم اليوم شو المشكلة الرجال تنلخص الموضوع المشكلة الرجال أنه مش ملاقيين هويتهم بتلاقي اليوم أنه أنا شخص شرايف شاربيل اليوم شاربيل إعلامة فمثلا شاربيل أخذ اليوم إعلامة ذكرتها بشوية صفات العراب وشاربيل عنده هايدي الصفات وشاربيل فيه أشخاص بتحبهم مثلا هتا نقلد نفسنا لا ما تقلدني ما إذا أنت رسام أو موسيقى أو فلاح أو مزارع أو عامل نظافة أنت كمان رجل بمكانك إذا تتكن نفسك وبتعرف شخصيتك وبتعرف هويتك أنا كتير تلقيت حالي تعبت أنا تلقيت شخصيتي تعبت كتير كتير تعبت والقهرت كتير طب بتشجي فارق أو بشدة الكاسترو شو بتشوف فيهم أشخاص آمنوا بقضيتهم أشخاص آمنوا بقضيتهم كان عندهم طبعا بعد المواضيع السلبية بحياتهم بتدل أي شخص كان أشخاص آمنوا بقضيتهم شوكي فارق كان مناضل كان ثورجة بعدين صار زعيم بعدين صار بالسلطة استعمل وزير صناعة كان ينزل هو يشتغل مع يلي بيشتغلوا بالصناعة واستشهد من أجل قضيته وين في فؤرة بتلقوني هنا تلكوا ثفات ثفات القائد طبعا مش الزعيمة أكتر يعني القائد القائد أكتر نحن بحاجة لقائد طبعا أكتر من زعيم نعم الزعيم ما بيفيد القائد هو القائد إذا وصل للزعيمة مش خطأ القائد قلو ثلاث نهايات القائد يا سجن يا الاستشهاد يا الحكم تكون قائد مظبوط ما لك غير ثلاث نهايات يابدك تكون بالسجن لأنك أنت معارض يابدك تكون استشهد لأنك عم تدافع على قائدتك يا قائدتك كسبت وصلت بموقع للحكم هذا هو القائد وإحنا في عنا إذا عم نحكي سياسيا طبعا نحنا في عنا بعض الأشخاص يعني طبعا أنا ما حقول إنه ما بيهمني حالة ما بتابع سياسة بتابع سياسة بس اليوم ما أوصل حالة بعد للمحل يلي نطمح له بس إن شاء الله نكون على الطريق الصحيحة أنت بتقول أحتاج تشيكي فارا كي يقش على ثورتي وأستمر أي ثورة هذه المقطوعة من الأجمل المكتبة على فكرة هي لك ميلي طبعا طبعا طويل هلأ جايين علي تشيكي فارا لأجعل ثورتي أي ثورة الثورة على كل شي لا يعجبوني أنا في ثورة صغيرة عاي جواتي بيكبر مع حيالة ظرفي صوته يعني زي بدك أنا من الأشخاص اللي متعدد للصفات وهالصفات تتناحر مع بعضها بشكل يومي بداخلي فهيدي بحاجة لشخص بتشيكي فارا بتولعلي هالثورة أو لقضية بتلقضية اللي كي عبر هذا تشيكي فارا كرميلا صورتي جاهز لتولع بدي بس شعرت هالكبريت أنا فبروح للإخي بالموضيع ثورتك بتروح أكتر صوب القضية الإنسانية ولا صوب القضية الوطنية أي شغل أي قضية متطهدة فيها اضطهاد أي قضية فيها اضطهاد والإنسانية شوية بتأزيني أكتر بتمس فيي أكتر بكره هالإنسان لما شوفه بمحل ضعيف بكره 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 هالظرف اللي هو فيه يعني أنا بحب الفقرة وبكره هالفقر بحقد عدني أوقات وما فيه يعني بيلمسوني يعني هلا اليوم أنا جاي على التليفزيون فضفناك شخص على هذه الإشارات عنده هيك بعض يعاقة جسدية يعني وطبع ما بيع بعض الحلويات على الطريق بتزعلي عدني يمكن تشتري منه أنا ما فيه نعطي المال غير ما أشتري منه أحسس أنه عم بيشحد بتتعاطف معه والأشخاص بعض الأشخاص بتعاطف معه بعض الأشخاص بيكون فيه خفاية وراهون ووقات بعض أنه فيه خفاية وراهون وما بحب الخفاية تابعونا إنه نحن بنعمل علينا وكل واحد حسب نيته ترزقه لا أنا ما حب هذه المقولة أنا بحسب عن النواية الله بحسب على الأفعال يعني يعني أنا النواية بحسب عليها أيضا يعني والأفعال بحسب عليها بمكان ما بمكان ما مسؤولين أويتهن عن فقرهم طبعا طبعا أنا بش نيك بحسب على الأفعال يعني النواية بقولك إنه نحن ما كانت بنيتنا الفقر بس نحن صلنا فقرة أوكي بس أنا بحسبك على أفعالك أنت لاي وصلت حالك لهون وأكتريت الأشخاص المتسولين ماذا اللي فتحنا بينهلين هالموضوع هن عيبة مدمنين على ألعاب الميسرين لألعاب الإمار هن مدمنين على بعض التعاطي هن أشخاص محتلين فطبعا أنا عندي نظرة إيدي إقرأ هالشخص بطريقة صحيحة وغالطول طبعا مش نظرت بتصيب دائما يعني فبدي حسبه عن النوية وبدي حسبه على الأفعال أنت كمانا كنت من خدامة الكشفيين نعم وأنت بتقول أن الحياة الكشفية كتير مهمة لبناء الشخصية ومهمة كتير كمانا بجميع علمها اللي من مارسها كتير بتعطينا مناقبية وبتعطينا الشخصية المناسبة لإدارة هاي دي المهنة نعم كيف؟ ما بعبنا نجيبها أنا ما أقولي بسي مظبوطة يعني نعم فالكشفية حالية كتير وأنا يريد قادر بعد تكون كشف معنا عم كتير عم بيحكوني تكون بعد معهم ووجه تحييلها كل كشفة بالبنان وبالعالم أنا بس الوقت ما عم بيسمحلي وأنا ما فيني كون بمحال ما عطي وقت بحب روح بالماضي للأخير الكشفية جميلة جدا لأنه بتقربك أول شيء من الطبيعة بتقربك من الحيوان أنا بحب الحيوان كتير الحيوان بيخضر الحيوان بيعقص منهم بيقزي بس بتعرف إنه هيدا الحيوان بيقزي ما ممكن تشوف الحيبة بتقزي أو كلب زي زيتين ما يعد عندهم هالكالية بحياتي أنا بحبها كتير أنا بحب التنظيم النمل إذا بتشوف الجيش النمل بتشوف بحب الطبيعة بحب الحيوان فالكشفية جميلة جدا الكشفية ممكن يكون واحد كشفة بحيالة مهنة أنا أعلامي ممكن يكون أعلامي كشفة أعلامي كشفة كيف لما بوصل رسالة معينة على طريق الكشفية من طريق الكشفية من فكرة الكشفية أو الخيرفية أو الزهنية الكشفية اليوم الكشفة شو حب الشخص الآخر كون صديق للطبيعة حب الحيوانين حب كل شيء خلقوا ربنا اليوم أنا فيني يكون كشفة بالتعاطف مع زوجتي مع أولادتي مع المحيط الصغير والمحيط الواسع بالمهنة فالكشفية شيء جميل جدا وواسع جدا بيكاره كتير حلو وبدأ كل الأشخاص يخلوا أولادهم ينخرطوا بهالجمعيات الكشفية لأنه كشافة شغلة جميلة جدا وبتعلم أعتماد على الزيت وبتعلم كتير أشغال أدوية حلوة وفاهم طريق رجلية كمان طبعا لكن بس كمان كمان من عيني من بعض القادة الكشفية الموجودين ليه؟ كمان لا يعجبني شيئا وهي درجانة الموضوع لأنه مش عم بي يواجهوها على الطريق الصحيح دائما الكشفية لأين بيخذوها؟ بيخذوها حسب هن على راحتهم وبعد الكشفية بتاتخذ على سياسة معينة واليوم كل حزب سياسة إلو جمعية كشفية مش غلط بس ما يكون عم بتشرب الروح الكشفية يعني بيكشاف ما بيفرقوا بين لون وبين دين أساسا من تأسيس الكشفية ما بيفرق بين لون وبين دين أو بين عرك اليوم ما فينا مشوف الكشفية المرونية أو الكشفية أو الجمعية الكشفية متى تتوع السنة أو الشيعة ما فيها الخليط وصعب يسيها الخليط بأن نكون منطقيين بالموضوع كتير منيح بس الكشفية يعني أنا بحب كتير أعمل محاضرات الكشفية يعني أنا بحب أعملهم محاضرات تأسقل هالنفس الكشفية وروح الكشفية فيهن تجواجهوها على المكان المظبوط وعلى الطريق الصواب الصحيح أعتقد الروح الكشفية قادرت وصلنا لتعايش وطني صحيح؟ طبعاً طبعاً لأنه هي كواعدة هيكة إذا تشرب الكشفة هالشروط المظبوطة أو هالمبادئ إذا تشرب الكشفة هالمبادئ أنا بحب اليوم الولد يفط صغيرة على الكشفة طي يصير العمر معين بيوصل لمرحلة بيسموها الجوال وبيصير قائد من بعد قال إذا بيتك الكشفية يكمل حياته مش خطأ لأنه بيكون تشرب أسر روح الكشفية تشرب حبه للرب، تشرب حبه للطبيعة، حبه لخيه الإنسان الكشفية بتعمل كتير نشاطات إنسانية، نشاطات دينية، نشاطات رياضية، نشاطات إجتماعية بتخذ الإنسان يلاقي حاله بتقربه من الشخص الآخر إذا كان رياضة بيحس حال أنه شخص رياضة بيسكل هالموهبة عنده يمكن فيه أشخاص اليوم عمرهم خمسين وستين سنة ما زالوا بالكشفية لقوا حالهم هونيك حلو، لقوا حالهم هونيك فالكشفية جميل جدا يعني بعد نتعلمنا نعيش بدوم المجموعة طبعا، 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 هي الكشفية هادي من أهم ميزاتها أنه العيش كمجموع يعني الجميع للفرد والفرد للجميع حلو كتير هاي نعم حلو، هوني كمينا في شغلي أنت مقولي أنت لا إلعك بتقول إذا أردت شيئا بقوة لا تطلبه بل خذه نعم وكمينا من ضمن هذا ذات الإطار البعض ينام كي يحلم بالنصر والبعض والآخر يسهد على تحقيقه نعم المقول الأولى، لازم ناخد الشي اللي منحبه وما نطلبه رجعنا لموضوع اللقب يا لازم بدك أو هيدا الفكري اللي سمتيه فكري المافيا إيه طبعا، تاخد حقوقك انت عادة طبعا، وببنم على حق ما ببنم على حقك أبدا، أبدا، ما ببنم على حق وازمت على حق وديصير لي شيء ما في نعم على حق أبدا، حقك مكتسب وطموحك بتحط هدف معين وبسعيله بسعيله، بسعيله ياما ما بحقق طموحك بموت أنا عم بجارب، ما عندي مشكلة، بخل نيلة الشرف هوني بس إنه قاعد تفرج عليه، ما حق تفرج عليه وحق ولا ممكن إنه يتنازل عنه بتعتقد إنه إذا عنا هدف وسعيله بكل إرادتنا وبكل قوتنا، إلا ما نوصل له؟ طبعا، طبعا، ما نعم ونحن فيه نصرع تحقيقه وما نقول إنه الحظ بعاكسنا بتآمن بالحظ؟ فيه القدر وقت بعاكس القدر بعاكس، بس القدر شو؟ القدر بجربنا ما اليوم إذا ما وقعنا وروحنا إجرنا، كيف نقامين ونستمتع بطعمة الوقوف على إجرينا؟ حلوة كيف تستمتع بطعمة العافية اللي أنت فيك؟ إذا ما واحد مشي، وقع ما علي يكمل، هو عم بيعرج يكمل مهم ما يركع، إذا لكع ما في شي بيجعب يقوم معنا جديد، اليوم إذا في هدف إذا هدف، إذا تعطيك مثلا، إذا قمد قشر الساعة معينة ومبلغ المال اللي ما بيكافينه تنحسب حلما عم بحصره بساعة أدفع موضوع، أنا فين أشتغل شغل شغل تاني؟ معادي أشتغل شغل تاني صحتي ببتسمح لي شو هويته؟ ارسم؟ بيع لوحاتي، اكتوب؟ بيع كتبه ممكن حلائمة بكتير أمور، ما يقلوا اللي هي إنه الحكي شو سهل الحكي الحكي ما إنه سهل لكن سهل التنفيذ ما عم بقول كمان إنه... سهل الكسل الكسل مشكلة ايه الكسل مشكلة، وعطول ما بحبه اللي عم تعمله لأنه إذا ما حبيت الشي اللي عم تعمله ولا ممكن تبرع فيه أبدا، إذا ما واحد أشق الشغل اللي عم يعمله ولا ممكن فيش حلم هكي كنت بتعتقد إنه هو كان من المستحيل وحققته؟ من المستحيل وحققته؟ يعني... ايه نوعا ما هو إزبادك العيلة؟ هم العيلة... أنا ضد فكرة الزواج هم وأنا عندي ولدان اليوم هم وأنا مؤسسة الزواج ببحبه عندك ولدان دون زواج؟ لا عندي ولدان زواجت زواجت؟ حققت رجعت هالموضوع ايه وشفت إنه هيدا حلمي بتحقق إذا عرفت حطيته بإطاره الصحيح حيقول هلا لأشخاص إنه هيدا حلم حققته لا مش حلم هيدا، إنه هيدا تحدي هيدا تحدي واليوم لما تبني عائلي صالحة إيه حلم؟ اليوم إيش مهم نزوج ونخلي هيدا عمره أولادك؟ 11 سنة طوأم، صابه بنت مالله نعم ما يدين علي لا وبالكشفية؟ كان الصابي بالكشفية وترك ليه؟ لأنه بتلبيه مزاجي وكيف تركته؟ يترك؟ ايه تركته لأنه ويش شخصية العراب؟ لا شخصية العراب وعطيهم حرية لحد معايا فيه شخصية العراب هني بيعفو بس شارب اللي بدي يعمل العراب بدي بسميه أنا بدي عربي بس بدي عربي بدي عربي وعطيهم احنا شارب اللي هو حسم موضوعه شو اخدين من شارب اللي؟ عندي صابي اخد كل شي عراب عزيّر وبيقولي بس اطلع انا بدي أسير بيت لكو أحسن منك كمان وبيقولي قايدنا إن أنا بس اكبر حصير عراب وبيعرف اللقب بدي بنحشون مناتك هي طوقم التاني صابي أو بنائك؟ بنائك بنت غيري عندها شخصية القوية بتشبهني بشخصية قوية كتيرة تحاكي بتعبر زيادة عن زوم فهيدي ما بتشبهني فيها بس عندها الشخصية القوية اللي بتشبهني فيها إنما الصبع أنا شخصية قوية لكن من الأشخاص اللي كتوم ما بش كتير ما ما بيعرج بسهولة ما بتبين ضعفك أبدا بأكتر لحظات ضعف فيها بكون ما ببين ضعف غير الأشخاص بيعرفوا حقوني مضبوط يخرقوني ساعتا بيعرفوا المشاربين منوا على ما يرام عوضي بعض لبقيت انت كمانا بدي أرجع هون شوي من الزواج بدي أنتقل شوي لما قلات انت كتبها بتقول أحتاجوا الجميلة كي تبدع أشعاري وأستمر أحتاجوا بقديسة كي تبرر أفعالي وأستمر أحتاجوا حبيبتي أن تلملم جميع تلك الأجزاء كي تتكون شخصيتي وأستريح بين الجميلة وحبيبتي بدي أحكي شوي عن المرأة كيف بتشوف المرأة خاصة أنه أنت كنت قيل أنه نساء مررنا بحياتي كانوا أخطر من البنادق صحيح تخبرني عن النساء النساء قصة النساء الحبيبة عم نحكي يعني أول شي النساء قبل الحبيبة النساء هي نص الأرض مصف الأرض النساء النساء هلزت عروش النساء قد تعمت الأشخاص ما قدروا عملوهم لدرجة أنه في بعض الحيال المخابراتية يسموه مصيرت العسل اللي هني بيستعمل أمرأة فيها طبعا فلهون قوة المرأة المرأة شيء جميل جدا أول شي لأنه هي مخلومة عند ربنا تجاربك بس كانت أنت قلت كنك البناضق في حياتي نعم البناضق لأنه هذه الرصاصة اللي بتفوت بتخرق لبتقتول ولبتطلع وبيشفي محلة وبيروح الجرح بيعلم هل بفوتوا وبيخرقوا وبيضلوا داخلوا وجرحهم بيضل معلم يمكن معاش واجعهم معا الأيام عشت خيبات معون عشت خيبات منعيش خيبات معك؟ عيش خيبات من انتصر مفي انتصار الزوجة إذا بعد Screen بيني وبين النساء ما في انتصار يكون في انتصار آثنان يكون في إنكسار آثنان لكن الزوجة إذا انتصرت بزكاءة كيف بن 투تصار كل الماضيع يعني أراحكيكي انا رحكون صريح شوية. انا مراتي التجارب كتير. قبل الزواج وبعد الزواج. زوجت بضجارة تحية. مشلين اسمها. مشلين من الاشخاص يلي تعبت معي كتير. لكن كاتبت السفنجم. طصتنا بشكل كتير واسع. وبهلوقت كانت هي كمية عم تدور على شخصيتها. ما كنت عم تعرف اي شخصية اللي بتخليها ده توقف حدي. وتقل لي انه هون تسندني. وبيدي التانية تقل لي جماد مثلا. فهي كانت النصر لقالها بالنهاية. لانه قدت صعبت كل هالهالة الكبيرة. لانه لما اقول هاله تفسرش معنات هالهالة. لانه انا كاي شخص خاصة انا بالاعلام. بيكون تعرف الضوء مصلط علينا اكتر. يعني انه بتم دعوتنا على الحفلات ببرامج. الى ما هونالك. عالم التمثيل. عالم الغناء. عالم الفن بشكل عام. فيه اغراءات. فيه اغراءات كتير يعني. وبصير في الشخصية. والرجل. فيه حوالي هالة من النساء يعني. وبتاع في اليوم. ما في شي بقى محظور بتلقابل. فتصعبت هذا الموضوع. اهلت معنا فترة. فاليوم هي مش صعب بهذا الموضوع الاكبر. ومنتصر الاكبر. وقادة على عرش. تعدت عن الغيرة لانه. تعدت عن الغيرة. وتقربت من الوعي اكتر. ومن النضوج. ادي صعب النساء تبتعد عن الغيرة. ادي بدا. هي ثقة بالنفس ولا هي ثقافة. تبتعد عن الغيرة وترتاح. هي ثقافة والثقة بالنفس طبعا. لكن لابد انه ما تضلط غار. المرأة الزكية بتبلع وقت. تبلع الجرح. الرجل بيقدر هو يطمنا ويكون مصدر للثقة عندها؟. اذا قلت رجل فبدي يكون هيك. اذا قلت ذكر فما حيكون هيك. الرجل بيكون عم بيشعرها بالامان. وبالرح. وبانه هي ملكة على عرشها. وبانه هي ست البيت وست الستات. بست البيت احبط انحصل بالبيت. هي ست الستات. لكن اليوم الشخص بيقوله انه ما زال عندك هيك مرأة. ليش بتتواجه لغير محلات او لغير. او ما في انسان ما بيتعرض. انا ماني مثالي. لكن اليوم الانسان فيه عدة خلايا. فيه عدة غرائز. فيه عدة تجارة. فيه عدة حاجات. فعالطول بيضال يبحث. وانا والاشخاص بحب البحث كتير. بعدك عم تبحث بالنطق الانثوي بعدك بيطور البحث. اذا بيبحث بيبحث عن الحب. وبطالة تقمن فيه. ما بتقمن بالحب. عاليا لا. ليه؟ لانه بالقصص بس الحب. مؤسسة الزواج تقتل للحب؟ اذا تكلت فيها على الحب فقط بديموت اخر شيء وتفرط المؤسسة. اذا ما كانت فيها التفاهم وانضوج الكامل ما بتكمل ابدا. بديكون فيها هاي الوعي. بديكون فيها الحكمة. بديكون فيها التفاهم. بديكون فيها تضحي وتنزلات كتير. فاذا ما كانت هذه التنزلات من الطرفين وتضحي من الطرفين. ابدا ما حيستمر. الحب ما حيستمر. عندما بتصير بتحبي. يعني انا بكره هالشخص. اللي بتقول بتلا واحد او واحد او واحد او واحد او واحد او واحدة. انه بحبه رغم عيوبه. كرمال انه عينه معلي بيزبط. غلط. لازم احنا نحب اطباع الشخص. ومن خلال اطباعه. يعني انا بحب احكي معه. بحب شكله. بحب طريقة مسحه. بحب حديثه. بحب ثقافته. حبيته. لانه ثقافته. طريقة حديثه. طبعه ما حيتغيره لعمر كله. هون بتكون حبيته. انما اذا حبيته. بتحبي ثقافته. وبتحبي اطباعه. وبتحبي الخصائي اللي فيه. حيفرط. حيجي نهار تتعبه. وتفرط المؤسس لهذه الحب. والحب شي جميل جدا. انما مفقود. مفقود. موجود ولا غير موجود. موجود ضئيل جدا. موجود بس نادر. نادر. وكل واحد بيحاجر له. وانا بيحاجر له. بعدك بيحاجر له. طبعا. بعدك ما بنبش عليه. ما بنبش عليه. في حاجة لحب. طيب بدي احكي عنه ثاني من الحب. بدي احكي عن الاله. انت بتقول كمانا. لم تأتي ساعتي بعد. وبتطلب. بتقول يا رب. اعطيني ما يجب ان اكون عليه. كي لا يذهب مجيئي سنة. انت بتعرف ليش جايي هذه الارض. عرفت ولا بعد. عرفت ليش جايي. ليه. اكتر شي خطأ انه يجي الانسان ويروح. ودعساته ما تكون معالمة. يرايت بيكون ما اجعل. لانه عم بيقلص الاوصيجان من درب غيره. وعم بيعم مشاكل. انا جيت اسست عائلة. اذا ناخد الموضوع على مظهر. جيت. يعني انا اليوم كي مفروط انك عم تقريد اللي كتبتن. معناته ما جيت عالفادي انا. مجال اليوم يمكن ما بتأمن بها الموضوع كله. وابا بتحبيهن. وعم بتعارضيني فيهن. وكثير من المشاهدين يا مجرهن تحية. انه عبوه هذا كلام خاطئ. انا ما عندي مشكلة. بس انا عبرت عن نفسي. انا جيت اليوم عهدني. تعامل عائلتي. تعامل عائلتي صالحة. تابرس حالي. وحط مدميك صحيح. بقلعة هالحياة الكبيرة جدا. يعني كل مدميكة. ياللي ثلاثة رباعة بتكون فارطة. عبر كلماتك. عبر كلماتك. من خلال كلماتك. من خلال برامج الفنية وصقافية والاجتماعية والإنسانية. حالتك ذكرت بداية البرنامج البرامج اللي عملتها. يعني ايوك المشاهدين ما عارفوا. بس في كتير يعني هيدا العيد. وبرنامج هديتك عنا. هني برامج كانوا إنسانية بامتياز. انت قالت ليه ما بتآمن انه في موت. يعني ما في نهاية. لا كل شي نهاية. حتى النهاية لنهاية. عالأرض وبالحياة وكل شي. الموتو. كامل البحث وراها. مم. كتير غصت فيه. لوين وصلت. لمحلات حتى وصلت لمحلات. كنت هيك عم بقى فجرابي عبر له مينك انت. مم. بس رجعت عرفت إنه مينه. لأنه بدي يقوله إنه بعد الموت ما فيه غير العدم. مم. يعني خلق كل هالكون. يعني خلق أصغر مخلوق من أصغر حشرة لأكبر. آآ كائن. كأكبر كائن. عصيت عليه يخلق لك حياة بعد الموت. هذه كمرة عم بحضر وصائكي عن عالم الحيوان. عم بيحكوا عن الزرافي. الزرافي معروف فرقة طويلة وهي من الحيوانات عندها أكتر قلب أكبر حجما. مم. بس تنخ لتاكل. ضغط الدم. طبع قلبها قد منه كبير. ممكن يعملنا انفجابة راسها. مم. في شي بتصباب بالأروي الوريد طبعولها. بيسكل بيخفهم ضغط الدم على راسها لما تنخ. ولتاكل بس حالي يجع بيفتح. صدفة؟ أكيد لا. يلي خلق أدقها التفاصيل. مش عارف يخلق لك حياته. وإذا منك ما أعمل من الإيامة إيماننا باطل. وأنا من الأشخاص. أكتر الأشخاص ما كنت أعمل بالإيامة. بس قلت لي هلأ أنه في العدم بعد الموت. ما في عدم. ما في العدم أبدا. بس كل شيء له نهاية على الأرض. حتى الأرض أنا بنظر إلى نهاية. كل شيء له نهاية حتى النهاية إلى نهاية. أبدا. عند ضربنا. إيماني بقلي لا. نبشت شيء عن مفهوم الموت بديانات أخرى. نبشت بكل الديانات. جربت تفهم أكتر؟ جربت. جربت. بس الديانة بحد ذاتها كانت باطلة بنظرة. مش ناك ما تعمقت بالموضية. لأن إذا كانت الوجه طبعولهم باطلة بنظرة. فما كتير كنت مؤمن بالنهايات طبعولهم يعني. أبدا أسكر بديانات لأنما تعمقت طبعا. لكن موصت لأناعة. تعتقد أن الحقيقة تمتلكها جهة معينة أو دين معين؟ الحقيقة الكاملة؟ ما بعد الحياة؟ لا الحقيقة. بالمطلق. الحقيقة بالمطلق طبعا. يمتلكها دين معين؟ لا. يعني دين معين. يعني دين معنا هو الحاكم. المؤسسات معينة. ومنها الموصنية. الموصنية هي بتملك الحقيقة؟ يعني المؤسسة كتير بتبعها. طبعا ما بنتبه من الموصنية إنما بتبعها وتبع أفكارها كتير. هل هي هادي المؤسسة مع كل الهالات اللي نسجت حواليا؟ ما بتعرف في كتير هالات وكتير كتب كتبت وكتير أفلام؟ هل كل هال زي ما نقول هال الهالات برجها بقول هايدي كلها مظبوطة هال هالغموض هالقوة هالممارسات؟ القوة موجودة طبعا. طبعا هي الموصنية زي بديك هي رأس اللي هي رد بالأعلى من المافيا. الموصنية اللي عم بتديه الأمور العالم أجمع. عم نحكي عقاوكا بالأرض وكل الأفلام اللي عم تطلع عنا واللي عم توصل بريضة منا وبيعاز منا فهي بديها عم توصل. طبعا. بس يمكن مش لأنه هي عم تبث هيدا النوع من الأفكار لتعطي إمتباع بقوتها؟ ربما. يمكن هي ما حقوق منا بهالقوة بس عندها القوة الكبير الأرض تحكم بعد بأدنى التفاصيل. قوة مالية أكتر ما هي سياسية؟ فكرية. 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 ليش؟ قوة فكرية لأنه. الفكر طبعون لوين بوصلونه؟ بقيتها تحوصلنا للهلك. هالقد. للهلك. نعم. لأنه ما عندنا نقيم للإنسان وما عندنا نقيم للدين. هالقدة. نعم. وأنا بتابع على الموضوع كتير ومرة بأحد المقابلات معي أقول لي ما هي بتحب تعمل مقابلة. قلت لنه مع أحد القدرة المصنية. يا مع البابا راما بيدون مقابلة بس كون في حديث خاص بيني وبينهم. نعم. هذا أحلامي. وهذه هؤلاء القادة. في منهم كتير بتدعونوا قادة بهذه المؤسسة؟ لا لا. أظن هون بعض نضمها. 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 عربية عم نحكي؟ صح. عربية ما في عندنا قادة. ما يمسلوا أي خبرية خاصة علي. ما عندنا قادة. عندنا قادة على سعيد ضيق. يعني اليوم عندك أنت رئيس بلدية. عندك قام مقام. عندك نايب عن القضاء. وعندك وزير. وعندك رئيس جمهورية. هل قد أنت على القطاع أنت قادة؟ بس رئيس جمهورية حتى كمان في بعض من بساطة الله. والدائرة بتوصل أكتر وأكتر. ما عندنا قادة. أبداً ما عندنا قادة. والدليل كل ما صار ما صار برادتنا. تعتقد الفاتيقون هو واعي لهذه الحقيقة؟ طبعاً وتشرك فيه. تشرك فيه كمان. حلوة كثيرة. طيب بدي أرجع شوي على الأرض. نعم. أنت بواحد من البوستات. وقت توفى غازي عاد. على يرحمه. نعم. كتبت ومثل كل الكثير كتبوا غازي عادة إلى أحضان الرب. قضية الأسرة بالسجون السورية. كيف متعاطف معه؟ كتير. وكيف زلم فيه؟ كتير. أنا دقت 0.0% من الأشخاص اللي عم يدقوه. انت بتعرفه غازي عاد؟ بعرفه. ما صار فيه لقاء أو أكتر من اللقاء. لقاءان يعني. لكن على الهمش يعني. ما بتدعيني عندي هالمعرفة الشخصية كتير فيه. فيه أشخاص مواردين منه أكتر منه بكتير. لكن غازي عاد قضيته قضية كتير أشخاص. طبعاً. اللي مسؤولين عننا غافين عننا. ولما بلت عندهم. قضية السجون السورية. بتل قضية أي مظلوم. أسمى شيء بالحياة. أسمى أسمى شيء هو الحرية عندنا. هي أجمل شيء بالحياة. وأسمى شيء اللي ما ممكن تنزع عنها. اليوم فيه أشخص أشخاص بالأقبة السجون السورية. عشرة وخمسة عشر وعشرين وخمسة وعشرين سنة وراهن. أولاد وأحفاد وأباء وزوجات وأرامر يمكن. إن شاء الله باب يكونوا أرامر يكونوا بعضاً على قائد الحياة. ما أنه معروف ما أصيرهم مين. هؤل الأشخاص قللهم وجوه. قللهم عطر والذكريات. قللهم عندنا ريحة. قللهم عندنا تفاصيل. وليش مغيبين؟ مغيبين لأنه ما عندنا رجال. لأنه ما عندنا رجال. وهيد القضية من أسف الأضايا اللي عندي إياها. ولا بد ما يعودوا. الحك يعلوا ولا يعلوا عليها. أبداً. وأنت بتقول كمانا أنه التاريخ يمهل ولا يهمل. يهمل طبعاً. التاريخ بتعتقد هللي عم ينتقم؟ بدي ينتقم. عم ينتقم حالياً. عم ينتقم. بس عم يدفع التامن على طول لأشخاص المستضعفين. للأسف عم يدفع التامن لأشخاص المستضعفين. اليوم ما في حق. يعني إذا كان للباطل جولة فحق جولات وجولات. أبداً. يعني ولا ممكن للباطل أن يأخذ مكان الحق. بمحلات كتير من بلا. أخذ. بدي يجي نهار. لابد ما يجي نهار. وعدالة الأرض ما حقل عدالة السماء. تأخذ هي حقها. لأنه عدالة السماء ما بتفشل غليلة. غير لما موت. صح. أنا بالنسبة لي بتفشل غليلة. اليوم الزراح عندك لصمح الله قتيل. وسمحتي بيأخذ حقه من عدالة السماء. لا. أنا اللي احترق قلبي. وأنا اللي مجعت. وأنا اللي صغرت. وأنا اللي بكيت. وأنا اللي تنهدت. فحق عندي. مش عند حدا غيري. هادول اللي بسجون السورية. غازي عادك الحملة. أضيهوا. أحد من المسجنين كان. صح. راح. وما رجعوا. صح. المخطفين. عندنا رهبان. عندنا رهبات. عندنا من الجيش اللبناني. عندنا مقاومة مسيحية اللبنانية. عندنا من الأخار. عندنا أشخاص. ومؤخرة عندنا. مترانات. صح. وبعد اليوم. ما نعرفي عنها. مع الأسف. يعني قضية هيدا المعتقلات. حكي عنها كتير. حكي عن الظلم. دهليز الموت. حكي عن التعذيب. عن الوسائل التعذيب اللي. ما بتخطر بفكر حدا. يعني. مع الأسف هيدا قضية منسية. وهيدا قضية. يمكن دعوات الأمات. أماتهم يمكن ماتت. هي بعضها متأمنة. أو. دعواتهم. يمكن أنا بقول. خلت هيدا التاريخ. سترولا قلتنيك. أنا. جربت يمكن. 0.0. بالمئة من عم بيجربوه. اسمحيلي. على ذكر الحادثة. أنا تمعتي قالي. في سنة 2001. بـ 24 أيلول. بـ 14 أيلول عفوا. بالـ 2001. لما كانت. يعملوا صورية. نعم. صورة سبعة أقاب. واليوم على سبيل الصدفة. ريت خبر. إن شاء الله يكون صحيح. إنه وفقت باديد بيروت. على إطلاق اسم مصدرية سبعة أقاب. على مصدرية العدلية. وتحصلات الأحداث. تفرحني الخبر كثير أنا. إن شاء الله. أنا تمعتي قالي شهر ونص. شهر ونص. تمعتي قالي. في أي سجن؟ أخشي بيرومي. أول ما قطعك طبعا. تبارك من مخابرات الأثناء. ومن جميع القوى الأمنية في هذه المرحلة. قال إن شاء الله تنذكر. وما بتنعيات ذلك. الحضر الله تنذكر. أنا ما حننسيها. كان الشرف أنا كنت من هذه القافة الشباب. فقضينا كثير. اتعبنا كثير. مدة سجنة هالخمسة وانتين يوم. تعلمتني كثير. حسيت خصصة الدنيا. إنو واجعت كثير جسديا وفكريا ونفسيا. والأهل اللي برا نواجعوا أكتر مني. وإمي ماتت كل يوم ميت موتة. ولما طلعت كان عرس تاني إلي. عرس أول ما كنت متزوج بأسناء. فكيف عم نحكي عن أشخاص إنو خمسة وعشرين وثلاثين سنة. وعامي بينات المخطوف ما منعرشي عنه. الإحساس بالظلم بيولد إنسان قاسي. ولا إنسان منهك. ولا أي نوع من الإنسان. هو كيف بيتلقم ضربة. حسب أي ضربة كبير. كيف بيتلقم الضربة. حسب أي ضربة طبعا. لكن أنا بنظري يعني بظل خبت بالدنيا. أنا عطوب بقول خلي الدنيا تخبتك. وأنت خبت فيها. وخلي الدنيا تخبت فيك. أنت كفك كعمية. هو يكفي قويك. الحياة الأيام الجميلة بحياتنا هي قليلة. صح. وإيام الصعوبة بحياتنا هي شكل اليوم. ممنوع على الصعوبة نحنا. إذا ما حدد لك مستمر وحادث أنت الهدف. يلي بدو القمة بلي تسلق الجبل. ما فيك تصل للكمة بالهريكوبت غير بأحلامك. باقي تصل لك هيدا الجبال. فلما واحد يطلع من هيك مرحلة أو من هيك تجربة. أنا طلعت أقوى بكتير. وطلعت عصامي أكتر من قبل. وطلعت صاحب إرادة أقوى بكتير. وتجربة بشكر رب بإني عشتها. بترويها لأولادك. طبعا. بس يصير يصعب. فكرة موضوع برضيها لأولادك. كمان أنت كاتب بتقول. مهما اتسعت النافذة لن تحتويها الخروج. يحتضروا المدى. الخروج. الخروج منين. ممتلاها هيك حول الذات. حول الحرية. ما في إنسان هيفهم حاله أتحاله. ما حدا هيفهم حالك أتحالك. طب كيف الإنسان بيتعرف حاله وبيظهر من ظلمات نفسه. لما يكون حقيقة. إذا كان حقيقة. أنا حكينا. طلعتني موضوعها كتير اليوم. يعني هكي. لبورها نسيت إنه في تصوير. لما يكون حقيقة بيحكي موضوعها المهية. شفيتني ما عم بفكر بالأجوية. ما عم بعمل حسبان لأي موضوع عم بحكيه. لما واحد بدي يلاقي نفسه. بدي يلاقي ذاته. بدي يعترف هو شو. هو مين. أنا ما فيني انتقد لون الأسفل في اليوم طعبت يا بسود. بدي يكون متصالح مع نفسي. وأول خطوة لحل مشكلة هي الاعتراف فيها. لما ترفي اليوم مشكلتنا منحلة شو ما كانت تكون. فحلو واحد يجي على نفسه. وأنا برجع نفسي يحتضر المدى بقول. إنه المدى بوقع عم بيسانة عم بيموت يعني. ما عم بيسانة. بدي أطلع بدي يكون شرب المافيا. شرب الكاتب. شرب الإعلامي. شرب الشاعر. بدي يكون هدولي كلهم. و بدي يلاقي نفسي. أنا كل يوم أو كل يوم بعد يوم حسب وقتي برجع نفسي. بوقع بالليل بسمع سيدي فيروز. أنت عاشق بصوت فيروز. جداً جداً جداً. بسمع هيك سيدي فيروز برجع على نفسي بكتب هديك اللحظات فيها بكتب. لما بكتب بكتب شو بيطلع عني شو بفكر. برجع على نفسي بلاقي حالي. تقيل عن فيروز. أحتاج فيروز كي أحيا كي أحيي ذكرياتي وأستمر. وهي حبي الباقي إلى الأبد. كل غنينا فيروز اللي عندي قصة. فيروز حالي ما رح يفهم أغير على الشيء فيروز. وغريب بعض الأخصة بيحبه فيروز بابعرف. فيروز الحالي الاستثنائي اللي هي فيروز. هي بالكلمة، هي بالصوت، هي بالنغمة، هي بشو؟ فيروز، هي فيروز، ما فيكت قصة فيروز. اليوم ما تسمعنا فيروز، واحد أنه بيبقوا. عم تسمع صوت ملائكة، عم تسمع كلام طلال حيدر الله يطول بعضه الشاعر. طبعاً، عم تسمع لحن العبكر زياد الرحبانة، عم تسمع صوت إنسانة ربنا مباركة، مباركة دائماً من خلالها. اليوم حالي فيروز، كلها عبادة، ما بدأت أصلاً فيروز، ما فيكت قصمية أبداً لما ترتل، لما تغني، لما تحكي الوطن، لما تحكي الحب، لما تحكي الطبيعة. فيروز اللي غنته، ما حدا غنيه. هل هي يمكن لأنه حاكت كل أحوالنا الإنسانية؟ حكت المواضيع البسيطة، حكت المواضيع البسيطة، قالت كان غير شكل الليمون، كان غير شكل الزيتون، تقادوها، وإنت لماذا تنتقدها؟ مظبوط كان غير شكل الليمون، كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الزيتون، انتعدوا التواجه الجديد اللي عملتهم عزياء. لأنه طلعوا عقشة المواضيع، فيروز، شو بدي أحكي عن أحكي عن أغانية؟ فيروز طريق النحل، فيروز واحد اللي بيبقوا، فيروز قداش كان فيه ناس؟ يمكن الشجن هو اللي منحبه عند فيروز أكتر شيء. لأنه حكيتنا فيروز بكل بساطة، فيروز حكيتنا من خلال الأفلام، من خلال مسرحياتها، من خلال أغانية، من خلال كلماتها الرائعة، فيروز تواصلت معنا بشكل ما فيه تكلف، ما فيه عصرات، تواصلت معنا بالغنية، بالكلمة اللي نحن نقولها كل يوم، نتعطى فيها كل يوم، ويلي بيفهم أنا حتى كل أغنية لفيروز رجعت لكتبتها ليش إن كتبت؟ كان كل واحدة إليها أصلا ما رجع يعني، فيروز حالي، كتبوه لأكتار، كتبوه لأكتار يعني، وهنا أجمل أغاني فيروز بفكر البعض، إنه الأخواني الرحبان هو خطأ، طبعا، هو خطأ كتير كبير، كتبوه لأكتار لفيروز يعني، وكيف شهرات فيروز رائع؟ حلو، أنت لقى من الكلمة كتب عم تحكي عن كلمات فيروز كلماتك، كلمات شهر بن سلامة، نعم، كلمات اللي بتكتبها كان شعرا، كان ناثرا، كان بالمقالات، وين من قرية؟ بزهنة أوعاب المواقع التواصل الاجتماعي، وقامتها وإنه نشوف عضو من الكتاب؟ إن شاء الله، يعني كلمرة بقول إن شاء الله قريبا، إن شاء الله قريبا، أنا كتبت أغنية هلأ يعني حتى تشوفي إن أنا شخص ما إني مقرشع في حالي كنا عم نحكي عن السجون الصرية أنا كتبت أغنية عن الموضوع وغنيها الفنانت وفيتها النورة كمان فكتبت غنية كمان حلوبة كتير يعني شخص عم بيحكي مع بي هو معتقل يعني فعم نحكي عن خواطر إذا نسميه الخواطر لازم نشوفهم بكتاب كلمة البكرة اللي بيحب الأجيال اللي بعد الكلمة هي مش بتبقى أكتر بتعبر عني بعد نروح أكتر من الصوت عبر الأكير أو الصورة طبعا 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 بكرة من بعد نفيل بديوا يتعرف علي بيتعرف علي بكتابة يا بيكبوا بشي منق الفحم يا بيحتبوا صفية تعتقد إنه في ناس بتقرأت عنا بلبنان أو بالوطن العربي؟ أقل لي طبعا بس في بعض الناس بعض السقافة بخير بعضها بخير؟ بعضها بخير نوارا اللغة العربية بعضها بخير؟ بعضها بالويل الحق عمين باللغة العربية بتعتقدك بكلمة طويلة حق على البيت وحق على الأشخاص مش حق على المناهج كمانا ما في شرشدة المنهج عندنا إذا ما نحكي مرهج الدراسة مرهج الدراسة اللي عندنا مشي بده إعادة تأهيل يعني بده إعادة تأهيل حتى يد أقلم مع علاجات يعني حتى صندوق خشب يتسكر علي يندفن يعني بعد عم ندرس طريق فخر الدين يعني عم ندرس الأشياء درسناها نحن نعم وما فردتنا بشي للصراحة يعني كتير ولا بقتصاص فردتنا أبدا أبدا حلقتنا خلصت ممتعة جدا مره قوي بسرعة لخمسين دقيعة شرفتني شربي السلامة وبرجع بقلك بيبقى شربي السلامة بغض النظر كان إعلامي كان شاعر كشاف قديم شو ما كان الإنسان بيبقى العلامة الفارقة بالنضال بيبقى هيدا الاستثناء وهيدا الفرادي بالكلمة الحرة أهم شيء شكرا لك أهلا وسهلا فيك سمحيلي منص ديئة هيك تشكريك واتمنى لك دوامة التوفيق والزهار والتقلق شكرا وديشكر هيك الروح الحلوة والإرادة وهيك يضلك بهالتقلق الجميل وديشكر ريبقى على الإخراج كمان وديشكر كمان جميع المشاهدين إن شاء الله نكون لك خفيفة عليهم عشان شات مريم توفيه هالإسم اللي هو مرافق مسيرة حياتي كلها أهلا وسهلا فيك وديشكر بمريم العضرة أهلا وسهلا فيك شكرا لقالك انتظروني أسبوع الجاة مع حلقة جديدة من تعلمها شكرا للمشاهدة